السلام عليكم و أصدود الله و أوقاتكم بكل خير ارتفاع كبير و مدول عمله تيرالوني كلاسيك و الUSD كلاسيك الخاص بعمله تيرالوني كلاسيك شوهي أسباب الارتفاع و ليش هل ارتفاع و ليش أسباب هه البمب الكبير و ليش خلحتين اختاروا عمله تيرالوني كلاسيك لان يعملو هذا البب أبداً باش في فيديو ازيقا بإمنا تضع زر اللايك تشترك بكناة فعل زر جراس حتى يوصلك الجديد في عالم و عملات المشفرة ولا تنسى انضم القناة على تليجرام الرافط موجود اسفل الفيديو الرافط موجود في بنار القناة خليكم معنى هالفيديو تعرفوا اخر خبار سوق الكريبتو طبعا زقائي لما بدك تحلل ايكي عملة لازم تفكر بنفس التفكير اللي بيستخدم الحوط انت كما تداول او كمستثمر هذا فاق الاول تلاقي عملة ما تعرض لصعود ولا حد الان بالقاع حتى تعمل علي بمب وتحقق منها مكاسب البيري يعني اذا تنظر لصوق العملات المشفرة كل العملات المشفرة عمله ارتفاع بنفس نسبة ارتفاع البتكوين او اقل نسبة قليلة جدا لكن لو تنظرت لعملة تيرا لونو كلاسيك قبل الارتفاع الاخير رح تشوف ان عملة تيرا لونو كلاسيك من العملات الى حد الان كانت بقاع قبل الانتفاع الاخير كانت عملة تيرا لونو كلاسيك من ادنى قاع ووسط طلو كانت العملة مرتفعة الى حد اليوم تقريبا 50% بينما باقي العملات ارتفعوا بشكل كبير جدا جدا وعملوا ارتفاعات اكبر من هيك بكثير لكن اذا منشوف على فريم الوان دي واذا منفعل المتوصل المتحرك القصة على 200 فريم او على طول 200 رح نعرف انه ارتفاع عملة تيرا لونا كلاسيك جاءت بعد اول اغلاق يومي اعلى المضيق ابرج ميتين بعد الكسر الاخير صار عندي اعاد اختبار للترند الهابط اللي تكلمنا عليه بالفيديوهات الماضي صار عندي اعاد اختبار من جديد ورجان ارتفعنا وبعد اول كسر للموفيق ابرج ميتين صار عندي هذا الارتفاع الكبير يكان بنسبة لا تقل عن تقريبا 50% كمان عندي عملة تيرا لونا كلاسيك او اليوستي كلاسيك عفوا الدولار المستقر السابق لعملة تيرا لونا ارتفع بنسبة كبيرة اكتر من 150% ارتفع من مناطق 0.00 يعني تقريبا 2 سنت ولمسنا منطقة تقريبا 4.8 ارتفاعه كان كبير بصراحة لعملة تيرا لونا كلاسيك وعملة اليوستي كلاسيك هذا الارتفاع طبعا جاء نتيجة الاختيار الحيتان لعملة تيرا لونا كلاسيك واليوستي كلاسيك من بين العملات يلي لحد الان مرتفعوا ما عملوا ارتفاع كبير مثل البيتكوين يعني نشوف انه البيتكوين كان بحالة هبوط نزل لمناطق 37150 نزل من مناطق 38000 دولار الا ان عملة تيرا لونا كلاسيك عملت ارتفاع كبير باكثر من 50% وهذا الشيء نادر وكانت عملة تيرا لونا كلاسيك هي نجمة وسيدة السوق لليوم الحالي طيب شو ما صير عملة تيرا لونا كلاسيك ولوين ممكن يؤدي هذا الشيء هذا الارتفاع ما في اي خبر تسبب لي هذا الارتفاع يعني بحثت بالاخبار ويقى الصحف ووزر تأن من العمل وعلت التيرا لونا كلاسيك 여러분들 وما في اي اخبار سارعت بارتفاع عملة تيرا لونا كلاسيك واليوستي كلاسيك يعني هذا البومب هو عبارة عن اختيار الحيثان لعمل تيرا لونا كلاسيك حتى يرفعوا سعر العملة تعالى توقفت العملة عند مقاومة 0.301 بعد محفة صفر حاليا العملة عند المقاومة ونرجع وننزل مرة تانية لمقاومة اللي تكلمت عليها بالفيديو الماضي وهي مقاومة 0.409.7 انا بتوقع حاليا نصير تفريغ من حيتان للجني الارباح ونرجع نهبط مرة تانية لمناطق الصفر 0.408.5 هذا الشيء ما غريب على عملة تيران لونكلاسيك بعد اي ارتفاع يصير عملية تفريغ وجني الارباح من حيتان العملة مرة تانية يصير قريبا اي شخص حاليا عنده ارباح بعملة تيران لونكلاسيك بتمنى يخرج من العملة بالوقت الحالي يقوم بجمع ارباحه ويقوم بوضع ستوب بلوز على الدخول انا بتوقع رح يكون في عملية تفريغة كبيرة على العملة في حال حيتان قاموا بجني ارباحه ومن هاي المناطق عند مقاومة 0.03 فمتوقع حاليا نتم جني الارباح وانخفاض مرة ثانية لا تأمل من عملة تيران لونكلاسيك الكثير عدد قطعه كبير جدا اكتر من 5 تريليون وخمسمية او عفوا 950 مليار قطعه فهذا القطع وعدد القطعه الكبير وما في اي مشاريع حاليا لونكلاسيك بتساعد على الحرق لذا انا متوقع لحد الان العملة لا تزامن والعملات الفاشلة وهذا الارتفاع كان عبارة عن تلاعب لا الحيتان هاي مقوصنا هاي الفيديو كلنا نعجبك مع السلامة و دمتم بخير اشتركوا في القناة